بسم الله الرحمن الرحيم اهلاً وسهلاً متابعيني كرام اهلاً وسهلاً كل اللي بيسمعني لأول مرة معكم من الصفاء قناة يوتيوك لي بيسمعني لأول مرة وعجب الفيديو ما ينساش تشترك ويفعل القرس كاسروا كل محتوى القناة اه كمان احب عرفكم في قناة ثانية اسمها يوتيوك معرفة القناتين بنزل فيهم تعابير وانشاعات ووضعيات دماجية واقع محتوى القناة اه ممكنكم وصل للقناة الثانية افتح هذه القناة عند الصفحة الرئيسية اسمها الفيديوهات هتجدوا القناة الثانية يوتيوب معرفة لا تنسوا اللايك والاشتراك وكومنت حلوة للقناة اه اليوم وضعيات ماجئة عن مؤسسات القضاء اللي سنة رابعة متوسط اطلبت مني من اكثر من متابع يريد وضعيات ماجئة عن مؤسسة القضاء يا رب تعجبكم الوضعية انا اطلحت عليها وكتبت لكم وضعية يا رب تعجبكم سألك زامي لوكا الذي تغيب عن درس مؤسسات القضاء عن الفرق بين القضاء المدني والاداري هيكلتهم دورهما بالنسبة للفرد والمجتمع التعليم اعتمادا على السندات ومقتسباتك التعلومية اكتب فقرة تشرح فيها لزميلك ما طلب منك هنتكلم معي يعني هنشرح ماذا نشرح هنشرح الفرق بين الفرق بين القضاء المدني والاداري هيكلتهم ودورهما يعني اهميتهم بالنسبة للفرد والمجتمع اهميتهم في المجتمع اه المقدمة اتروبيات بس هافة كلمة المقدمة تعريف لمؤسسات القضاء مؤسسات القضاء هو هيئة مختصة للنظر والفصل في المنازعات المعروضة امام اجهزاتها المختلفة التي تتكون من المحاكم والمجالس القضائية والمحكمة العليا كده تعريف سلسطور لمؤسسات القضاء هدخل كده على العرض اترك بيعد مسافة كلمة هناك فرق بين القضاء المدني والاداري يبقى العرض هاذكر الفرق بين القضاء المدني والاداري والهيكلاتهما يعني هندخل كده على العرض ونكتب الفرق بين القضاء المدني والاداري هناك فرق بين القضاء المدني والاداري القضاء المدني تمثله المحاكم المدنية ويفصل فيه النزاعات اللي تنشأ بين الافراد ويتكون من الاجهزة القضائية التالية يعني ذكرت هنا القضاء المدني تعريف لي وأنواعه المحاكم الابتدائية أولا المحاكم الابتدائية وهي أول درجة في القضاء المدني ترفع إليها أغلب القضايا وتصدر أحكام ابتدائية وتصدر أحكام ابتدائية وتوجد على مستوى أغلب الدوائر والبلديات ثانيا المجالس القضائية النوع الثاني المجالس القضائية أنواع القضاء المدني النوع الثاني المجالس القضائية وتعتبر درجة ثانية في القضاء المدني ويفصل في استيناف الأحكام الابتدائية الصادرة عن محاكم بأحكام نهائية موجودة على مستوى كل الولاية وثالثاً النوع الثالث المحاكم العليا وتأتي في قمة الهرم القضائي تصر على تطبيق القانون وتوحيد الاجتهاد القضائي وتقوم بتقويم أعمال المحاكم والمجالس ولا تعد درجة ثالثة من التقادي وتوجد بالجزائر العاصمة أما القضاء الإداري النوع الثاني أو يعني تعريف القضاء الإداري انتهيت من القضاء المدني وأنواعه هدخل على القضاء الإداري تعريفه وأنواعه أيضاً متمثل في ملكية الأراضي أما القضاء الإداري متمثل في ملكية الأراضي والأملاك القومية وتتكون من المحاكم الإدارية وهي أول درجة في القضاء الإداري وتوجد على مستوى الولايات وتختص في النظر هنا في فصلة وتختص في النظر والفصل في القضايا التي تكون الدولة طرف فيها وأيضا مجلس الدولة الذي نوع يعني هنا أنواعه تكون من المحاكم الإدارية وهي أول هنا المحاكم الإدارية نوع الأول والنوع الثاني مجلس الدولة دول أنواع القضاء الإداري وأيضا مجلس الدولة الذي يعمل على توحيد الإجتهاد القضاء الإداري ومقره بالعاصمة مقره بالعاصمة انتهيت أضع نقطة يبدأ ذكرت الفرق بين القضاء المدني والإداري وهي كلتهم يبقى دورهما بالنسبة للفرض والمجتمع دورهما أنا جعلته في الخاتمة إن مؤسسات القضاء لها دور مهم فهي توفر لها دور مهم فهي توفر الاستقرار للفرض والمجتمع وتساهم في بناء وتساهم في بناء مجتمع متماسك وكذلك ضمان الحقوق والحرية والابتعاد عن الفوضى أضع نقطة كده يعني اختصرت كده أهمية أو دور مؤسسات القضاء اختصرتها في ثلاث أسطر فيه يوجد أيضا يعني أهمية أخرى أهمية أخرى ولكن اختصرتها في ثلاث أسطر انتهيت كده من الوضعية عن مؤسسات القضاء يا رب يعجبكم الفيديو وإذا لم يعجبكم ممكنكم البحث في قنوات أخرى أو الكتابة بطريقتكم أنا فقط كالعادة أقدم لكم المساعدة أراكم في الفيديوهات القادمة وأشكركم على حسن الاستماع كمان ما تنسوش هنا علامة الترقيم قبل مفصل تنسوش علامة الترقيم وكمان بياض في بداية المقدمة وبياض في بداية العرض وبياض في بداية الخاتمة تمام وتنسوش علامات الترقيم اللي هي علامات الوقف أشكركم على حسن الاستماع وأترككم في رعاية الله وحفظ كانت معكم مصطفى قناة يوتيوب لا تنسوش اشتراك في القناتين وتفعيل الجرس وكمان تنسوش اللايك ونسبت وجودك بكومنت حلو للقناة مع السلامة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة